بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال يسعدني أن أبدأ معكم خامس حلقات مادة الآفات الزراعية المقررة على جميع التخصصات احنا خدنا قبل كده خدنا تعريف الآفة وخدنا أنواع الآفات وقسمنا أنواع الآفات لثلاث أنواع قلنا آفات نباتية وآفات حشرية وآفات حيوانية وقسمنا الآفات الحشرية إلى ثلاث أنواع أيضا على حسب عدد عوائلها قلنا وحيدة العائل ومحدودة العوائل ومتعددة العوائل وبعد كده خدنا مظاهر الإصابة بالآفات الحشرية المختلفة سواء كانت ذات أجزاء الفم الكارد أو الساقب الماص أو الحشرات ذات الطابع الخاص أو أفات الحبوب والمواد المخزونة وبعد كده أخدنا مظاهر الأصابة بالأفات الحيوانية للحبوب والبذور المخزونة واخدنا أيضا الأضرار التي تسببها الأفات للإنسان والحيوان اللي احنا بنقول عليها الحشرات الطبية والبيطرية وبعد كده خدنا طرق حصر الافات واغراض حصر الافات واهمية اجراء عملية حصر الافات وبعد كده تطرقنا لطرق تقدير وحصر تعداد الافات المختلفة وبعد كده بدأنا ناخد طرق مكافحة الافات المختلفة سواء كانت مكافحة طبيعية او مكافحة تطبيقية خدنا عناصر المكافحة الطبيعية قلنا بتنقسم لقسمين عامل حيوية وعامل غير حيوية وبعد كده خدنا المكافحة التطبيقية وقلنا بتشمل كل الطرق اللي بيقوم بها الانسان بهدف تقليل نسبة الاصابة بالافات او القضاء عليها واخدنا منها المكافحة التشريعية وقلنا قوانين بتصدرها الدولة بهدف منع انتقال الافات من مكان مصاب الى مكان سليم سواء كان داخل الدولة الوحيدة او بين دولة واخرى وبعد كده خدنا القوانين اللي مفروض انتوا تكونوا على وعي بيها عشان القوانين دي بتيجي منها اسئلة في الامتحان سواء كان اسئلة تعالل او صح وغلط او اكمل وبعد كده خدنا المكافحة الزراعية وقلنا المكافحة الزراعية هي كل الوسال اللي بيقوم بها المزارع بهدف زراعة ارضه واذا اجراها بطريقة صحيحة وسليمة بتفيد في مكافحة الافات وقلنا معظم الاسئلة اللي بتيجي في الطرق الزراعية بتكون اسئلة علل معظمها بتكون اسئلة علل وبعد كده اخدنا المكافحة الميكانيكية وبعد كده اخدنا المكافحة الحيوية قلنا بتشمل عناصر المكافحة الحيوية اللي هي المتطفلات والمفترسات ومسببات الامراض والطيور والحيوانات وبعد كده اخدنا الاتجاهات الحديثة في المكافحة وبعد ما اخدنا الاتجاهات الحديثة في المكافحة درسنا أهم عنصر من عناصر المكافحة اللي هو المكافحة الكيموية وقلنا هي بتحتل مركز الصدارة بين طرق المكافحة المختلفة نظرا لسرعة تأثيرها وسهولة تنفيذها وبقاء فعالياتها لمدة طويلة واخدنا الشروط الواجب توفرها في المهلك الحشر الجيد وقسمنا المهلكات الحشرية على حسب طريقة تأثيرها على الآفة وعلى حسب طبيعة تأثيرها على الآفة وعلى حسب تركيبها الكيموي وبعد كده خدنا بدال المبيدات وخدنا بعد كده المكافحة المتكاملة وقلنا تعريف المكافحة المتكاملة هي الاستخدام المتوازن لكل الطرق الزراعية والبيولوجية والميكانيكية والكيموية اللي بتتوافق مع البيئة واللي لها جدوة اقتصادية بهدف تقليل نسبة الإصابة بالآفات إلى دون الحد الاقتصادي الحرج للإصابة واخدنا عناصر المكافحة المتكاملة قلنا التتبع والاستكشاف تقييم أوضاع الآفة الوسائل الواقية وتحديد طرق المكافحة وبعد كده خدنا الحشرات العامة اللي بتصيم المحاصيل المختلفة خدنا منها الجراد الصحراوي والجراد المصري والجراد المستوطن أو الروسي وبعد كده خدنا النطاطات وعرفتكم الفرق بين الجراد والنطاط وبعد كده خدنا الحفار وعرفنا الوضع التقسيمي للحفار وأيضا أعراض الإصابة وطرق المكافحة المختلفة وبعد كده خدنا الدودة القارضة وخدنا الوضع التقسيمي لها وأعراض الإصابة وطرق المكافحة المختلفة تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم وهي بعنوان الحشرات التي تصيب محاصيل الحقل يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة وعايزكم تركزوا جدا لأنه بيجي منها أسئلة كتير جدا في الامتحان بتاع آخر العام هناخد أول حاجة آفات الكطن في طور البادرة وزي ما أنا قلتلكم أعزائي الطلبة والطلبات إنه كلمة بادرة مقصود بها أول نمو خضري يظهر فوق سطح التربة وبكون مكون من كم ورقة يا أولاد بكون مكون من الأوراق الفلاقية اللي هم الورقتين هناخد أول آفة بتصيب الكطن في طور البادرة اللي هو من الكطن اسم الورتبة بتاعت المن متشابة الأجنحة ونوع التطور نقص ولما أقولك التطور نقص يعني يعني بيضع حرية حشرة كاملة والطور الضار الحرية والحشرة الكاملة ونوع أجزاء الفم اللي عندي ساقب ماص سواء كان في الحرية أو في الحشرة الكاملة وعدد أجياله ده كل أسبوع بينتج جيل عنده 54 جيل في السنة والعوائل نقدر نقول متعدد العوائل وتهتب القطن أو البامية أو التيل أو العائلة القرعية الحد الاقتصادي الحرج للإصابة ولما أقولك الحد الاقتصادي الحرج للإصابة مقصود به الكسافة العددية للآفة التي عندها يتم البدء في استخدام طرق المكافحة المختلفة لها المكافحة التطبيقية عندي لما ألاقي 200 حشرة لكل 25 بادرة يعني أنا لو خد 25 بادرة وعملت تعداد للحشرات اللي موجودة على 25 بادرة وصل العدد لمتين معنى كده أن أنا أبدأ أستخدم وسائل المكافحة المختلفة لأنه 200 حشرة دول هيسببولي حاجة بقول عليها الضرر الاقتصادي دورة الحياة ودورة الحياة هنا غريبة شوية عن بقية دورات الحياة المن زي ما أنا يقول لكم التطور فيه تطور ناقص يبقى مفروض بعد التزاوج تضع الأنسى البيض على أوراق النباتات ثم يفقص البيض إلى حريات تتغذى وتنسالق وتسبب أعراض الإصابة ثم تتحول إلى حشرة كاملة هنا بقى فيه ظاهرة غريبة شوية عن بقية الحشرات اللي هي ظاهرة التوالد البكري أو بنقول عليها البرسينوجينسيس يعني تولد بكري يعني الأنسى بتاعة المن بيبقى عندها القدرة على أن تلد صغار بدون تزاوج يعني هي دكتور الكلام ده يعني بتخلف لوحدها آه بتخلف لوحدها يعني بدون ذكر زي مثلا الزكور اللي بتنتج فيه خليط نحل العسر هي أيضا بيحصل فيها تولد إيه بكري أو بنقول عليها البرسينوجينسيس تعالوا نشوف دورة الحياة هنا وركزوا فيها كويس جدا تتولد الحشرات بكريا وعرفنا يعني تولد بكري وتالت حريات تتغذى وتنسالق وتتحول إلى حشرة كاملة ثم في نهاية الموسم أو عندها تعرض لظروف بإيه غير ملعمة سواء جفاف أو نقص في الغذاء تنتقل الحشرات إلى عاء الآخر وبتنتج عليه حريات مجنحة يعني لها أجنحة الحريات المجنحة سواء كانت زكور أو إيه ناس بيحدث بينهم تلقيح وإخصاب وبتضع بيض مخصب هذا البيض المخصب للقدرة على أن يقضي طور السكون أو طور البيات الشتوي على هيئة بيض في طور سكون لأنه بيتحمل الظروف البية الغير ملعمة ثم بيفقص البيض بعد فترة البيات الشتوي وتحول إلى حريات تتغزى وتنسالق وتتحول إلى حشرة كاملة بتالت بكريا حريات مرة إيه مرة أخرى أعراض الإصابة وأنا خدتها أعراض الإصابة خلي بالكوا ادي تهلكوا في أول حلقة خالص من حلقات برنامجنا في بيتنا مدرسة الخاص بالأفات الزراعية قلنا أول حاجة في مظهر الإصابة الحريات والحشرات الكاملة هي الطور الضريبة هتعمل لإيه وأجزاء الفم بتاعتها من النوع الساقب الماص هتعمل إيه بتمتصل عصارة النبات ويؤدي ذلك إلى إيه طالما عصارة النبات تم امتصاصها إصفرار الأوراق وتجعودها ثم تجف وتسقط وتموت اتنين موت القمة النامية ليه على جزء في النبات تلاتة وده مهم بيجي فيها سؤال عالف الامتحانه وفي طلبة شطار جدا حيجابه من غير ما نسأل السؤال كمان إفراز الندوة العسلية أقول لك علل ظهور الندوة العسلية عند الإصابة بحشرة المن هتقوله الإجابة لأنها تمتص كميات كبيرة جدا من الكربوهايدريت أو الكربوهايدرات فتتخلص منها في صورة ندوة العسلية على أوراق النبات وهذه الندوة العسلية تعمل على التصاق الأتريبة بالأوراق مما يحجب الضوء عن الأوراق ويؤدي إلى عدم قيام النبات بعملية البناء الضوئي أو الفوتوسينسيز وهذه العملية البناء الضوئي هي التي تمد أو هي أصل الحياة بالنسبة لكل الكائنات الحياة سواء كان كائنات حياة نباتية أو كائنات حيوانية لأنه البناء الضوئي هو اللي بيكون لي أول منتج غزائي اللي هو الكربوهايدرات اللي بعد كده يتحول لسكر عديد وكون للنشا وبعد كده تكله حيوانات أخرى وتكون اللحوم وهكذا اللي هي بنقول عليها الفوتشين أو السلسلة الغزائية طيب ندوة عسلية يعني تجمع للأتريبة يعني حجب للضوء يعني عدم قيام النبات بعملية البناء الضوئي ونمو فطريات العفن الأسود نتيجة السقوب التي تحدثها حشرة المن بأجزاء الفم الساقب الماص وقد تؤدي هذه الحشرة إلى نقل أمراض خطيرة جدا للنبات اللي احنا بنقول عليها الأمراض الفيروسية تعالوا بينا ناخد بعد كده مكافحة حشرة المن أنا خدت المكافحات كلها وأنا لست أمديكم فكرة بسيطة عنها أول حاجة بتفكر فيها في المكافحة مكافحة طبيعية ينفع مكافحة طبيعية هنا يا دكتور آه ينفع مكافحة طبيعية اللي هي الرياح أو ارتفاع درجة الحرارة اللي هي درجة الحرارة المميتة أو درجة البرودة المميتة أكتبها حتى لو مش كانت مكتوبة وينفع أكتبها جدا وتبقى أجابتك ممتازة أول حاجة عندي الطرق الزراعية اللي هي التخلص من الحشاش لأنها عائل بديل الحشرة اتنين نزل أوراق المصابة وحرقها تلاتة أو المكافحة الحيوية بس تعمل إيه بقى لإمامة متطفلات لإمامة مفترسات لإمامة مسببات أمراض عندي مفترسات زي أسد المن زبابة السيرفس أبو العيد زول 11 إيه نقطة والمكافحة الكيموية وده آخر حاجة أنا بلجأ لها في المكافحة لأن المكافحة الكيموية زي ما أنتم عارفين أنه بيكون لها أثر دار على النظام البيئي أول حاجة أو المبيد اللي أنا باستخدمه الرشب أحد المبيدات المصابة باستعملها من قبل وزارة الزراعة وأسكت ويبقى إيجابتك صح؟ آه يبقى إيجابتك صح هنا المبيد المتعرف عليه اللي هو المبيد اسمه مبيد مارشال تركيزه 25% بيستخدم بمعدل 150 جرام لكل 100 لتر مية الحشرة الثانية اللي عندي حشرة مهمة جدا 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 اللي هي حشرة التريبس وهي حتى بيبقى لها أو بتوضع في ردبة مستقلة بذاتها اللي هي ردبة اسم الردبة هنا هدبية الأجنحة نوع التطور تطور ناقص زي المن بالزبط والطور الضار الحرية والحشرة الكاملة زي المن بالزبط نوع جزي الفم لا ده متميزة ده حاجة سبيشيال كده لوحديها اللي هو من النوع الخادش الماص وحد يقول يا دكتور ليه خادش ماص ما هو اسطاقب ماص يمكن أنا أدتكم فكرة عنها قبل كده لأنه الفك العلوي ملتحم أو غير موجود أو بنقول عليه فك علوي أسري في حشرة التريبس عدد أجياله بيحتل المرتبة الثالثة في الحشرات اللي احنا هندرسها السنة دي في ترتيب الأكبر في عدد الأجيال حدنا أول حاجة قلنا المن ده 54 خلي بالكم يا أولاد مش كل المن ده أنواع معينة والتاني نوع على طول في الترتيب اللي هو جيسيد الكطن ده 27 جيل في السنة وبيحتل المركز الثالث التريبس ده من 15 ل 17 جيل في السنة والعوال بتاعته الكطن والبصل والحد الاقتصاد الحرج للإصابة 10 أفراد لكل نبات طب إمتى أعمل عملية حصل طالب الشاطر حيجاوب معي فيه أنا سامع بنات شطار بيجاوبوا معي إمتى أعمل عملية حصل لحشرة التريبس أعملها بالنهار ولا أعملها بالليل لا أنا سامع بقولك أعملها ليلا لأنه 80% من تعداد الحشرات والحريات بينشط ليلا دورة الحياة بتضع الأنسى البيت داخل أنسجة النبات ركزوا معي أولاد في كلمة داخل أنسجة النبات يبقى أنا عندي آلة وضع بيت بتضع البيت داخل نسجة النبات وأنا عندي كام حشرة في المقرر عندي بتضع الحشرات بيضها داخل النسيج عندي التريبس ده عندي زبابة الفاكهة وزبابة سمار الزيتون ودبور الحنطة المنشاري بتحط البيت بتاعت داخل أنسجة النبات البيت يفقس لحريات تتغزى وتنسلخ وتتحول في شرنقة إلى طور ما قبل العزراء ثم طور العزراء في شرنقة من الطين ثم تتحول إلى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة مظهر الإصابة خدناها قبل كده محدش يقول لي احنا مش خدناها ظهور بقع فضية اللون على سطح السفلي للورقة علل لأنه يتغزى على المحتويات الداخلية للخلايا التي تقع أسفل البشرة في الورقة ويمتلئ الفراغ بفقاقيع الهواء بتعكس الضوء وبتعطي المظهر الفضي اتنين ضعف وزبول وموت البادرات تلاتة تجاعد حواف الأوراق وغياب الجور غياب الجور يعني غياب المكان اللي مفروض يطلع في النبات ما بيطلعش بيضطر ان انا اعمل عملية ترقيع او اعمل عملية اعادة للزراعة المكافحة المكافحة الزراعية بتشمل ازالة الحشاش لانه عائل بديل للحشرة تبكير في الزراعة لعنابة عملات الخدمة والعزيق الجايد يفيد في مقاومة التريبس خلي بالك لو جالك في الامتحان علي لاجراء عملية خربشة او عزيق لأرض القطن هتقوله انه ذلك يعمل على تقليل الاصابة بحشرة التريبس قالك برضو لو قالك علي اللي يفضل زراعة القطن بالطريقة الدمساوية او طريقة الرمل والمضرب هتقوله لو انه ذلك ايضا يعمل في تقليل الاصابة بحشرة التريبس المكافحة الحيوية زي المن تقريبا اللي هو زبابة السيرفاس بتفترس المن وبالعيد وبعض انواع الكروسات وايضا زي المن في المكافحة استعمال مبيد مرشال 25% بمعدل 150 جرام لكل 100 لتر ماء ثالث حشرة عندنا في افات الكطن في طور البادرة اللي هو جاسيد الكطن ابوه علينا الطاط اوراق الكطن اسم الرؤد بقى نصفية الاجنحة يعني ايه نصفية الاجنحة ياولاد ركزوا معي نصفية الاجنحة يعني عندي الحشرة الزوج الامامي من الاجنحة بتاعتها بينقسم لقسمين الجزء القاعد بيبقى جناح جلدي والجزء الطرفي بيبقى جناح غشائي اما الزوج الخلفي بيبقى دايما من نوع الغشاء نوع تطور ناقص والطور الضار زي المن والتربس الحرية والحشرة الكاملة ونوع اجزاء الفم زي المن ساقب ماص والمرتبة التانية او زي ما انا قلتلكوا عدد اجياله 27 جيل في السنة والعوائل الكطن والايه والبصل الحد الاقتصاد الحرج 60 حشرة لكل 100 ورق يعني انا لو خدت عينة من النبات او من الحقل عبارة عن 100 ورق او لقيت عليهم 60 حشرة ابدأ استخدم وسائل المكافحة التطبيقية الايه المختلفة لان معنى كده ان انا لو سبت القافة هيحصل عندي ما يسمى بالضرر الاقتصادي لانه تعداد القافة وصل للحد الاقتصادي الحرج للايه للاصابة مظهر الاصابة والضرر بالجسيد ظهور بقع صفراء اللون لانه ساقب مص ظهور بقع صفراء اللون على ايه السطح السفلي للورقة اثنين تجاعد الاوراق والقمم النامية قد تجف وتموت اهم بقى عرض بيميز الاصابة بجسيد القطن احتراق حواف الاوراق ليه لو جالك سؤال عالي في الامتحان هتقول له انه الحشرة لعبها بيبقى من النوع السام مما يؤدي الى تدهر ايه النبات تعالوا ناخد بعد كده المكافحة او فيه سؤال عالي لو ضرورة التخلص من اوراق الحشاش العريضة هتقوله الاجابة لانها تعتبر مصدر رئيسي للعدوى بالجسد وزي ما انتو شايفين دي صورة هنا لحشرة الجسد دي الحشرة الكاملة طبعا المكافحة الراشب احد المبادات الموصة باستعمالها زي الكابريت الزراع وبنقول عليه السوريلي الزراعي تركيزه 98% عبارة عن مسحوق بمعدل 10 كيلو لكل فدان تعالوا بقى ناخد حق جزئية مهمة جدا اللي هي المكافحة المتكاملة او بنقول عليها الانتجريتد بيست منجمينت لقافات القطن في طور البادرة اللي احنا بنرمز لها اختصارا بالاي بي ام فيها بتجي على هيئة اسئلة يا ولاد تعلل في الامتحان بقولك علل استعمال المبادات خلال او لا يجب استعمال المبادات خلال شهر 4 و 5 و 6 يبريل ما يحفظوهم بقى 4 و 5 و 6 لها الشهور بتاعت الامتحانات بتاعتكم الاجابة ليه لانه الشهور دي بتبقى فترة نشاط التفايليات والمفترسات وايضا بيكون فيه تأثير دار لرياح الخمسين ودرجة الحرارة المميتة على حشرتين المن والايه والتربس يعني انا بدي الفرصة للأعداء الحيوية انها تقوم بدورها وللعوامل المكافحة الطبيعية انها تؤدي دورها وبحافظ على النظام البيئي من التلوث بالمبادات وبقلل تكاليف المكافحة وايضا بحافظ على صحة الانسان اللي بيقوم بعملية المكافحة او اللي بيستهلك القطنة او بيستهلك العوالي اللي بتصيبها هذه الافات وبعمل كمان زي ما نقولتلكم اعادة توازن للنظام الطبيعي في البيئة اتنين العناية بالعملات الزراعية اللي انتوا عارفينها الحارت والعزيق والتسحيف والدورة الزراعية والتسميد والتخلص كل ده عوامل ايه؟ عملات زراعية تلاتة تحديد عدد رايات في كل محافظة على حسب نوع التربة اربعة الزراع المبكرة الى جانب النطج المبكر يفيد في تفادي الاصابة بالددان اللوز ايضا انا بزرع بدري وهحصد ايه؟ او بعمل جاني لعملية القطن في معاد مبكر بعد كده استخدام 20 لتر سولار لكل فدان مع راية المحياة بيؤدي الى قتل طور ما قبل العزراء والعزراء لحشرتين التربس والدودة الايه؟ القارضة هناخد بقى الجزئية التانية اللي هي افات القطن في طور النمو الخضري يبقى انا تخطيت دلوقتي مرحلة طور البادرة وحبدأ في طور النمو الخضري وحاخد اهم افة عندي بتؤرق العلماء والمزارعين والمهتمين بالنشاط الزراعي في جمهورية مصر العربية وفي معظم البلدان اللي هي دودة ورق الايه؟ القطن ليه قلت عليها دودة ورق القطن وما قلتش عليها فراشة ورق القطن لان دايما الحشرة بتسمى بالطور الضار بتاعها الطور الضار اللي عندي هنا في دودة ورق القطن هو اليرقة واليرقة يعني دودة فعشان كده سميها دودة ورق القطن اسم الردبة حرشفية الاجنحة والطور الضار اليرقة ونوع اجزاء الفم قارض في اليرقة ومص في الفراشة وعدد اجيالها سبعة والعوائل القطن والبصل والبرسيم والدرة والطماطم وتقدر طول متعددة العوائل وتريح نفسك الحد الاقتصاد الحرج للاصابة امتى ابدأ تدخل بطرق المكافحة لما يكون التعداد 50 فراشة المصيادة الضوائية بتصطاد لي كل 3 ليالي 50 فراشة يبقى ابدأ ارش او ابدأ استخدم طرق المكافحة او الاقي 50 لطعة للفدان الشراقي او 100 لطعة للفدان المروي دورة الحياة ركزوا بقى في دورة الحياة انا عندي في الصور زي ما انتم عارفين شاشتنا هنا في بيتنا مدرسة شاشة تفاعلية بتجيبلك المعلومة بالصوت والصور عشان تثبت في دماغك الى اطول فترة ممكنة وقد تكون الى مدى الحياة انا عندي هنا الفراشة اللي هو الحشر الكاملة او ده البيض اللي هو لطعة البيض وهنا دي اليرقة ودي طور العزراء في الشرنقة وهنا اليرقات بتعمل اعراض الاصابة على الاوراق دورة الحياة بتضع الانسة البيض في صورة لطعة يعني كتلة بيض على السطح السفلي للأوراق حوالي 300 بيض الانسة الكاملة طوال فترة حياتها اولاد بتضع ما يقرب من 1500 بيضة كل مرة بتحط في كتلة البيض 300 بيضة في اللطعة بيفقص البيض الى يرقات تتغزى وتنسلخ ولها كم عمر يرقية شباب لها 6 اعمار يرقية يعني هتنسلخ يعني بتغير جلدها كم مرة الشطر اللي هيقول 6 اعمار يعني بتغير جلدها 5 مرات يعني بيبقى عندها 5 انسلاخات يعني انسلاخ يعني تغيير الجلد طبعا انتوا عارفين الجلد اللي هي طلع بي او فقست بي من طول البيضة ده اصلا موجود عليها فمعنى كده ان هو مش محسوب من ضمن عدد الانسلاخات اللي عندي يبقى عدد الاعمار بيفوق عدد الانسلاخات بكم وق بكم برقم واحد فقط بتتحول بعد كده الى شرنقة الى عزراء فيه شرنقة من الطين ثم تتحول الى حشرة ايه كاملة عدد الاجيال بقى ركزوا فيها عشان بيتيجي اكمل في الامتحان عدد الاجيال سبع اجيال في السنة يعني بتخلف سبع مرات في السنة طب هل يا ترى السبع اجيال دول على القطن لا مش كلهم على القطن اللي موجود على القطن او اللي بيصيب القطن الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس فقط ومالد الاول والتاني والسادس والسابع بيصيب يا دكتور بيصيب محاصيل اخرى وليكن الزرة او البارسين ركزوا في الترتيب عشان بيتيجي اكمل في الامتحان مظهر الاصابة والله انا خدته قبل كده مش مضطر ان انا احفظ تاني خدته امتى يا دكتور خدته في اول حلقة خالص اول حاجة مشاهدة سقوب على الاوراق اجزاء فم قارض هتعمل اي يعني وتآكل النسيج السفلي للورقة في حالة الاصابة الشديدة قد تؤدي اليرقات الى هلاك النبات باكمله اصابة البرعم الزهرية والازهار والسمار وتحدث بها السقوب للحقول المصابة رائحة مميزة بتعرف من على بعد هناخد بقى المكافحة العناء بعمليات الخدمة زي الحرط والعزيق والتسحيف اللي هي مكافحة زراعية ابادة الحشاش العزيق الجيد الاعتدال في الرأي والتسميد والتبكير في الزراعة طب لو انا جيت سألتك سؤال بقى دلوقتي قلتلك ضرورة الاعتدال في استخدام السماد الازوت هتجاوب تقول لي هتقول لي ان السماد الازوت بيدفع النبات الى تكوين مجموعة خضر كسيف وغض مما يسهل اصابته بالمسببات المرضية لو كنا في امراض النبات والافات الحشرية والحيوانية لو كنا في الكورس بتاع الافات المكافحة الميكانيكية بتيجي دايما في صورة اسئلة تعلل اول سؤال يقول لك يعلل ينصح بجمع لطا عدودة ورق القطن من الحقول المصابة ولا ينصح بحرقها زمان كان فيه الناس بتجمع اللطا وتقوم بحرقها او دفنها في التربة وده كان بيعمل عندي مشكلة او ضرب لانه الطفاليات او طفالات البيض اللي بتتغزى على البيض كانت بتحرم من مصدر الغذاء بتاعها وبالتالي ما بتكترش ولا يتزايد عددها وبيحصل عندي خلل في نظرية التوازن الايه الطبيعي اللي هي كانت بتنص انه الافات واعداءها الحيوية بتوجد في الطبيعة في حالة توازن عددي هنا بقى انا حجمها لطا عدودة ورق القطن فيه اكياس وبعد كده باخدها بحطها في علب كرتونية وبتغطى بسلك معدني سكوبه بتسمح بدخول وخروج الطفال ولا تسمح بخروج الحشرة او العائل اللي هو بتاع دودة ورق اللي هي القطن الطفال اللي بيتغزى على البيض وبعد كده بيكتر عدده واضمن انه الافة لم تتصرب من صندوق الكرتوني وبالتالي بزيد عدد الاعداء الحيوية فيه الطبيعة وبعمل عملية مكافحة حيوية الاجابة ما هنا وذلك لإعطاء فرصة لطفالات البيض للتكاثر وزيادة اعدادها مما يؤدي للتقليل من استخدام المبيدات الضارة اتنين في سؤال تاني يقولك كل الاسئلة دي خدناها قبل كده في المكافحة الميكانيكية عمل خنادق بين حقول القطن المصابة والسليمة وملأها بالجير الحي للقضاء على يارقات ولازم تقول يارقات او تقول فراشة او تقول حاجة تانية للقضاء على يارقات دودة ورق الكطن تلاتة اضافة السولار او الكيروسين بمعدل 30 لتر لكل فدان مع ماء الري وده بيفيد في القضاء على دودة ورق الكطن الموجودة في حقول الكطن او البرسيم واستخدام مصاد الفرمونات الجنسية بمعدل 1 مصيدة لكل 5 افدنة حش البرسيم المصاب وتقديمه كعلف للمواش المكافحة الحيوية استخدام المتطفلات وخدناهم قبل كده زي زبابة التكينة الكبيرة اللي كانت بتتطفل تطفل داخلي على بيت دودة ورق الكطن على يارقات دودة ورق الكطن استخدام المفترسات زي اسد المن والحشرة الرواغة وخنفسية الكالوسومة استخدام مسببات الامراض زي مسببات الامراض الفيروسية زي فيروس زي باكتيريا البيتي اللي احنا بنقول عليها باسيلا سيريوني جينسيز والمكافحة التشريعية زي منع راي البرسين بعد عشرة مايو من كل عام واستخدام المصاد الجاذبة الجنسية او المصاد الضوئية والمكافحة الكيموية الراش باستعمال احد الموبيدات الموصب استعمالها واشهر موبيد بنستخدمه موبيد اسمه دروسبان 48% بمعدل لتر لكل فدان هناخد تاني حشرة في افات القطن في طور النمو الخضري اللي هي دودة ورق القطن مش الكبرى بقى الصغرى و دودة ورق القطن الصغرى نفس الوضع التقسيمي بتاع دودة ورق القطن الكبرى تيبيكل حرشيفية الاجناحة تطور تم طور الدار اليرقى عدد الاجيال سبع نوع اجزال فم مكارض في اليرقى و مص في الحشرة الكاملة والعوائل متعددة العوائل و دورة الحياة نفس دورة الحياة لايه دودة ورق الكطن الكبرى باختلاف بسيط جدا اللي هو عدد البيض في اللطع بيكون حوالي من 20 ل 70 بيضة لكل لطع ولون الزغب هنا بيكون أبيض بينما سمني أو بيج في دودة ورق الكطن الكبرى والمكافحة زراعية وتطبيقية وميكانيكية وتشريعية وكيموية تالت حشرة عندنا اللي هي زبابة الكطن والطماطم البيضاء ودي آفة خطيرة جدا بتصيب الكطن وتصيب أيضا محاصيل الخضر زي محاصيل البطاطس والطماطم ولما تسمع أنه فيه ارتفاع جنوني في أسعار الطماطم اعرف أن انت عندك إصابة خطيرة جدا وانتشار لآفة الزبابة البيضاء أو زبابة الكطن والطماطم البيضاء بصوا يا أولاد كل أنواع الزباب وكل أنواع البعود وكل أنواع الهموش بيتبع رتبة ذات الجناحين ما عدا الزبابة البيضاء كل أنواع الزباب كل أنواع البعود كل أنواع الهموش اسم الردبة بتاعته ذات الجناحين اللي احنا بنقول على الدبترا ما عدا هذه الزبابة اللي هي الزبابة البيضاء دي تبع ردبة نصفية الاجنحة وطور الضار فيها الحرية والحشرة الكاملة والتطور الناقص او تدريجي ونوع اجزاء الفم صاقب ماص والعوائل القطن والبطاطس والخيار والطماطم تقدر تقول متعددة العوائل ايضا وعدد اجيلها من 10 ال 12 جيل في السنة والحد الاقتصادي الحرج لما اقول الحد الاقتصادي الحرج هو الكسافة العددية للآفة التي عندها يتم البدء في استخدام طرق المكافحة المختلفة اللي هي المكافحة الايه التطبيقية واحفظوها كويس جدا لانه على اساس الحصر وعلى اساس الحد الاقتصاد الحرج للاصابة يتم التدخل فيه او يتم اجراء عملية المكافحة لأي آفة من كمبه لما لاقي من 7 الى 10 حشرات موجودين على كل نبات ابدأ ايه استخدم طرق المكافحة دورة الحياة بتحضع البيض على السطح السفلي للأوراق بيفقص الى حريات تتغزى وتنسالخ وتمتصع صارت النبات وتتحول الى عزراء تشبه الحرية الى حد كبير ثم الا انها لا تتحرج ثم تتحول الى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة مظهر الاصابة خدتوا امتى يا دكتور خدتوا في اول حلقة ايضا اسفرار وموت الاوراق وظهور المظهر الاحمر او احمرار الاوراق على السطح العلوي احمر طوبي واحمر باهت على السطح السفلي مشاهدة السطح السفلي للأوراق مغطة بالحريات وموت النباتات الصغيرة في حالة شدة الاصابة في حاجة تانية كمان اقدر اقولها اه افراز النادو العسلية تقدر طولها تقدر طول نمو فطرات العفن الاسود تقدر طول اتصاق الاتربة تقدر طول نقل الامراض الفيروسية كل دي بتبقى مظهر اصابة بالزبابة البيضاء والمكافحة هناخد منها المكافحة الزراعية العناية بعملات الخدمة اقولها في اي حاجة العناية بعملات الخدمة اللي هي الحرط والعزيق والتسحيف والتسميد والغي وكل العمليات الخدمة اللي المزارع بقوم بها بهدف زراعة ايه ارضه التخلص من الحشاش لو قالك لعلل لانها عائل بديل للايه للآفة استخدام نباتات المصاد اه خدتها امتى من نباتات المصاد دي خدتها لما كنت بياخد مكافحة الزراعية فاكرين لما قلتلكوا زراعة خطوط من الزرة داخل حقول القصب قلنا لانه ذلك يعمل او بيفيد في القضاء على الساقبات هنا برضو نفس الفكرة هتقوله زراعة خطوط من الكوسة او نبات الكوسة حول حقل القطن الاجابة ليه الاجابة لانه ذلك يعمل كمصاد نباتية للزبابة البيضاء ويفيد فيه تقليل الاصابة وبعد كده هتخلص منها بالحرق او الدفن استخدام المكافحة الميكانيكية زي المصاد اللاصقة بتبتبع مارا عن مصاد من الواح ورقية او بلاستيكية بتبقى لونها بيجزب الحشرة وبتكون مدهونة بالسامغ او بالغراء ومجرد التصاق الحشرة بيها بيعمل على تجميع الحشرات من الحقل والمكافحة الحيوية استخدام اسد المن ده مفترس واستخدام المتطفلات التابعة لردبة هايمنبتر او بنقول عليها غشائية الاجنحة زي انواع مختلفة من الدبابير بتفيد فيه مكافحة الزبابة للبيضاء والمكافحة الكيموية الرشب احد المبيدات الموصة بيستعملها من قبل وزارة الزراعة المبيد اللي عندي مبيد اسمه بولو 5% بمعدل 300 سنطي لكل فدين رابع حشرة عندنا هناخدها اللي هو بق ورق القطن او بنقول عليها البق الخضراء خلي بالك انا عندي بعد كده نوع تاني من البق اسمه بق بزرة الكطن ركز بقه في الحتة دي فيه ورق وفيه بزرة لما اقولك ورق يبقى دي البقه لايه الخضراء اسم الردبة نصفية الاجنحة نوع تطور ناقص او تدريجي وطور الدور الحرية والحشرة الكاملة انا خلاص حفظته نصفية يبقى بقول حفظ بيختلف عندي العوائل بيختلف عندي عدد الايه الاجيال نوع اجزال فم ساقب مص والعوائل الكطن والبطاطس والخيار والطماطم وزي ما انتم شايفين دي الحشرة الكاملة او ودي كتلة البيض الحشرة الكاملة تضع البيض بتاعها في صورة لطع زي دودة ورق الكطن ولكن بتبقى مكونة من صف ايه واحد بتضع الحشرة البيض المخصب على السطح السفل الاوراق بيفقص الى حريات تمتص عصارة النبات وتتغزى وتنسالك وتتحول الى حشرة ايه كاملة مظهر الاصابة خلي بالكوا يا ولاد الحشرة البقى الخضراء من الحشرات اللي كانت لا تمثل ضرر اقتصادي على المحاصير في جمهورية مصر العربية ولكن من فترة يعني مؤخرا حدث انه الافا بدأت تسبب اضرار اقتصادية خطيرة جدا على المحاصيل في مصر وخصوصا محصول الكطن هتقول لي السبب ايه اقولك انه قبل ما انا توسع في استخدام المبيدات بصورة جنونية وبصورة مكسفة وبصورة غير محسوبة ادى ذلك الى حدوث خلل في التوازن الطبيعي وكان فيه متطفل او كان فيه حشرة بتتطفل على بيض هذه الافا الخطيرة وهذه الحشرة نتيجة توسع في استخدام المبيدات ادى ذلك الى حدوث خلل فيها وتزايد عدد البقى الخضراء مما ادى الى جعلها اافا اقتصادية تسبب اضرار اقتصادية على المحاصيل في مصر مظهر الاصابة تساقط الاوراق والبراعم الزهرية واللوز الاخضر اتنين بتنقل الامراض الفيروسية ثاقب ماص هتعمل ايه يعني اي ثاقب ماص وانت مغمض يبقى بتنقل الامراض الفيروسية والبكترية ايضا لانه بتعمل ثقب في النسيق بتاع النبات تساقط اللوز بعد عملية العقد والمكافحة الزراعية العنابة عملية الخدمة تخلص من دميع انواع الحشائش والمكافحة الميكانيكية بتشمل الجمع باليد في المساحات الصغيرة طبعا والمكافحة الكيموية بتفيد المبادات المستخدمة ضد المن والتريبس والنطات ولكن لا يفضل استخدامها لانه ده بيعمل زي ما قلت لكم من شوية خلل في التوازن للطبيعي هنتطرق لتالث نوع عندي اللي هي الأفات أو الحشرات اللي بتصيب الكطن في مرحلة النمو الزهري والثمر يعني خلاص هيبقى عندي محصول أي سمرة بيصبقها زهر يبقى أنا لازم أحافظ على الزهرة علشان يتكون عندي إيه سمرة أول حشرة هناخدها اللي هي دودة اللوز الكورنفولية اسم الردبة حرشفية الأجنحة نوع تطور تام وطورة دار اليرقة نوع اجزاء الفم كارد في اليرقة ومص في الحشرة الكاملة عدد الأجيال من 4 إلى 6 أجيال في السنة والعوالي الكطن والتيل والبامية والخطمية وهذا الوضع التقسيمي كوبي بيست من دودة ورق الكطن الكبرى والصغرى وأيضا دودة اللوز الشوكية لحد الاقتصاد الحارق خدتوا قبل كده دكتور إمتا في أول حلقة من حلقات برنامجنا في بيتنا مدرسة الخاصة بالأفات الزراعية اللي هو كان تقدير حصر وتقدير نسبة الإصابة بدودة اللوز الكورنفولية وقلتلكوا باخد عينة عبارة عن 100 نبات بس باخدها فين؟ باخدها من الحقول التي تبعد عن المساكن أو المنازل مسافة لا تقل عن 250 متر يعني ربع كيلو متر مربع أبدأ أخد 100 نبات ولو لقيت عندي 3 نباتات مصابين بيدودة اللوز الكورنفولية أستخدم وسائل المكافحة لأنه معنى كده أن أنا وصلت للحد الاقتصاد الحارق للايه الإصابة دورة الحياة بتضع الحشرة البيض المخصب على البراعم الزهرية بيفقص البيض إلى عراقات بتسكف في اللوز وتتغزى وتنسلخ ثم تتحول إلى عزراء في شرنقة من الحرير بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة بين أوراق النبات ثم تتحول إلى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة مظهر الإصابة خدته برضو في أول حلقة مش ححفظ أنا مرتين هي مرة واحدة وبس أنا طالب شاطر معنى كده أن أنا زهني حاضر ومركز جدا مع الدكتور بتاعي اللي هو بيبسط للمعلومة بالصوت والصورة علشان تثبت في زهنكو وإنتو طلبة يعني فيه منكو طلبة مدارس متقدمة يعني خمس سنوات يعني خلاص أنت تعتبر زميل لطالب جامعي معنى كده أن أنت على وعي وعلى إدراك بأهمية المعلومة اللي أنت بتاخدها علشان تكون مفيد لمجتمعك لأن أنت قاطرة التعليم في مصر هي التعليم الفني في الوقت الراهن هو اللي بينهض بالاقتصاد القومي زي ما أنتو عارفين إحنا بنطور مناهج التعليم الفني القائمة على الجدارات ودي حتعمل نقلة نوعية في التعليم الفني في مصر بإذن الله مظهر الإصابة والضرر جفاف وتساقط البراعم الزهرية مشاهدة نقط سوداء داخل الزهرة اللي هي بتبقى عبارة عن مخلفات اليرقة جفاف اللوز المصاب الصغير وتلف مصرع أو مصرعين في اللوز المصرع يعني فصل بالمناسبة ضعف إنبات البزور المصابة ومشاهدة سقب مستدير خلي بقى لك سقب مستدير غير ما يقول لك سقب مشارشر السقب المشارشر يبقى أنت عندك إصابة بدودة اللوز الشوكية والسقب المستدير يبقى دودة اللوز الكرنفولية وبدأ خلها عفن أسود لأنه ده جرح فاكرين لما خدنا العفن الجاف في اللوز القطن في مادة الأمراض وقلتلكوا اجتداد الإصابة بهذا المرض عند الإصابة بديدان اللوز أهي المعلومات كلها مترابطة مع بعض الإجابة كانت لأنه ديدان اللوز بتحدث جروح فيه اللوزة مما يسهل من دخول المسبب لإيه المرض اللي هو الفطر وانتوا شايفين أهو آدي اليرقة اللي هي لونها كرنفولي ودي اللوزة ودي الحشرة الإيه الكاملة أو الفراشة المكافحة بقى مكافحة تشريعية ودي كانت وقد نصيب الأسد مننا في المكافحات أول حاجة إعدام اللوز العالق بأحطاب القطن قانون تسخين بزرة القطن بعد الحلجة على درجة حرارة 55 إلى 58 درجة ماءوية لمدة 5 إلى 8 دقائق حفظناهم بقى ليه؟ لأنه ذلك يعمل على القضاء على ديدان اللوز وخصوصا دودة اللوز اللي هي الكرنفولية مكافحة زراعية التبكير في الزراع منع راي القطن في شهر مصر ايه شهر مصر ده؟ ده أول مرة نسمع الاسم ده شهر مصر ده من أحد الشهور القبطية في التقويم المصري اللي هو بقونا وكياك ومصر والحاجات دي وهو بيبقى بيعادل أو بيتوافق مناخيا أو بيتوافق تقويميا مع شهر أغسطس اللي هو شهر 8 وبالذات يوم 7 في شهر أغسطس مكافحة التريبس مكافحة حيوية تتطفى الحشرة البنبل على يرقاد ديدان اللوز الكرنفولية طب تطفل خارجي ولا داخلي يا أولاد؟ الشطر بقى اللي هيسمعني على يرقاد تطفل خارجي هو حشرة بنقول عليها حشرة المايكرو براكون المايكرو براكون نحفظه الاسمين دول علشان ممكن تجيلك صح وغلط اخطر أو تجيلك في صورة أكمل في الامتحان بتاع آخر السنة المكافحة الميكانيكية استخدام مصاد الفرمونات وأنا قلت لكم فكرة العمل بتاعت مصياد الفرمون استخلاص رائحة الأنسة ووضعها في قطع مطاطية داخل مصيادة يدخل الزكر منجزبا إلى رائحة الأنسة يلتصق بالورق المقوى المدهون بالصمغة أو الغراء أو يسقط في حض الماء فيحدث عندي تجميع لأكبر عدد من زكور الحشرات وخارج المصادة يكون هناك إيناس فقط بدون زكور فتضع الإيناس بيض غير مخصب مما يؤدي إلى كسر أو عدم إتمام دورة الحياة المكافحة الكيموية الراشة باستعمال أحد المبيدات المصاب باستعمالها من قبل وزارة الزراعة المبيد اللي عندي مبيد اسمه صيفين 85% بمعدل 1.5 كيلو جرام لكل فدان تاني حشرة في أفات القطن في طور النمو الزهري والثمري دوت الوز الشوكية كوبي بيست من الوضع التقسيمي اللي فات حرشفية الأجناحة نوع تطور تام طور الضاري اليارقة نوع عجزاء الفم قارض في اليارقة ومص في الحشرة الكاملة وعدد الأجيال هو كوبي بيست 4-6 أجيال في السنة والعوالي القطن والخبيزة والبامية والخطمية دورة الحياة بتضع الحشرة البيض على البراعب الورقية والزهرية وكورون البامية وخلي بالك كورون البامية يبقى أنا لازم في المكافحة أتخلص من نباتات البامية المزروعة أو لا يفضل تحبيل البامية على نبات القطن لأنه ليه؟ هتقوله لأنه ذلك يعمل على زيادة الإصابة بديدان اللوز طب لما يقولك منع رأي القطن في شهر مصر لأنه ذلك يعمل على تقليل الإصابة بديدان اللوز سواء كان شوكية أو سواء كان كورونفولية لو قالك منع رأي البارسين بعد عشر مايو من كل عام يبقى دي للقضاء على يرقات وعزارة دودة ورق القطن بيفقص البيض إلى يرقات تتغزى وتنسالق وتتحول إلى عزراء في شرنقة ثم من الحرير ثم تتحول إلى حشرة كاملة مظهر الإصابة جفاف الأفرع المصابة إيقاف نمو اللوزة وعدم نطجه تلف مصراع أو مصراعين من اللوز وعدم تفتحها وبتسمى اللوزة أو الشعر القطن الموجود داخل اللوزة بالمبرومة سقوط باللوزة وتعفنها وتلف كورون البامية المكافحة الزراعية اقتلع نباتات البامية والتيل من جزورها بعد جمع المحصول العلل لأنه ذلك لكي لا تعطي نموات جديدة تنمو عليها الحشرة والتخلص من الهيبسكس الوردي لأنه مأوى للحشرة والجاني المبكر والزراع المبكرة ومنع راي القطن في شهر مصرا والمكافحة الحيوية بيتطفل على البيض بتاع دودة اللوزة الشوكية حشرة الترايكو جراما والمكافحة الميكانيكية الرش باستعمال احد المبادات الموسى باستعمالها زي مبيد سومي ألفة خمسة في المية ومعدل ستمائة سنتي لكل فدان ثلاث حشرة في قفات الكطن في طور النمو الزهري والسامري بق بزرة الكطن اسم الرطبة نصفية الأجنحة كل انواع البق نصفية الأجنحة وانت مغمض سواء بق بزرة الكطن أو بق دقيقي مصري أو بق دقيقي استرالي أو بق القصب الدقيقي أو بق المواقع كل ده بيتبع نصفية الأجنح نوع التطور ناقص أو تدريجي طور الدار الحرية والحشرة الكاملة نوع أجزاء الفم ساقب ماص وعدد الأجيال ثلاث أجيال في السنة والعوائل لعالة الخبازية والكطن والتيل والبامية دورة الحياة بتضع البيض المخصب على قرون البامية وشعر الكطن وعلى اللوز قبل النضج بيفقص البيض إلى حريات تتغزى وتنسالخ خمس مرات ثم تتحول إلى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة مظهر الإصابة خفض نسبة الزيت لو قالك سؤال في الامتحان عند زيارتك لمعصارة زيت بذرة الكطن أو مصنع زيوت وجدت بإنخفاض في نسبة الزيت في البذور يقول لك اللي جاب ليه تقول له نتيجة إصابة هذا المحصول ببق بذرة الكطن ضعف نسبة الانبات ما هو البذرة مصابة البذرة مصابة معنى كده أنه الجنين حيتأثر بنتيجة تغزية البق والحرية على جنين الكطن مما يودي إلى ضعف في نسبة الانبات مشاهدة الحشرة وسط شعر الكطن يؤدي إلى تلوث للشعر هناخد بعد كده المكافحة تعريض الكطن لأشعة الشمس اتنين التبكير في الزراعة وجني الكطن على جنيات تلاتة عدم خلط جنيات الكطن مع بعضها أربعة جمع كورون البامية أولا بأول يبقى احنا كده أعزائي الطلبة والطالبات أعملتلكم مراجعة على اللي خدناه من أول حلقة لآخر حلقة سواء كان تعريف الآفة قلنا أي كان حي بيضرب الإنسان وممتلكاته أو أنواع الآفات أو قلنا آفات نباتية وآفات حيوانية وآفات حشرية وبعد كده قسمنا الآفات الحشرية لآفات موحيدة العائل ومحدودة العوائل ومتعددة العوائل وخدنا بعد كده ما ظهر الإصابة بالحشرات المختلفة خدنا الحشرات اللي بتتغذى بانتصاص أعصارة النبات والحشرات ذاتها زي الفم القارط زي دودة ورق الكطن وديدان اللوز والدودة وآفات الحبوب والبوزول المخزونة وبعد كده خدنا الحشرات اللي بتتغذى بانتصاص أعصارة النبات خدنا منها الحشر القشرية السوداء وخدنا منها المن والتريبس والزبابة البيضاء وخدنا الحشرات ذات الطبع الخاص قلنا صناعات الأنفاق في الأوراق زي زبابة البنجر ونخرات أوراق الفول وصناعات الأنفاق في الأخشاب زي النمل الأبيض وبعد كده خدنا الأفات الحيوانية خدنا منها الأكاروسات زي أكاروس العنكبوت الأحمر والموالح البني وأكاروس الحلويات وخدنا النماتودة وأضرارها على النبات وبعد كده خدنا طرق تأدير نسبة الإصابة بالأفات المختلفة طرق حصر الأفات وهمية وأغراض حصر الأفات وتطرقنا بعد كده لطرق المكافحة المختلفة سواء كانت مكافحة طبيعية أو مكافحة تطبيقية قلنا المكافحة الطبيعية عناصرها حيوية بتشمل العامل المتطفلات والمفترسات ومسببات الأمراض والعناصر الغير حيوية بتشمل العامل الجوية والعامل الطوبغرافية وعامل الطربة والغزاء وبعد كده خدنا المكافحة التطبيقية قلنا مكافحة كل الطرق والوسائل اللي بيستخدمها الإنسان بهدف القضاء على الأفات أو تقليل ضرارها قلنا بتشمل المكافحة التشريعية قوانين بتصدرها الدولة بهدف تقليل نسبة الإصابة بالأفات المختلفة وبعد كده المكافحة الزراعية والمكافحة الميكانيكية بتجرى بعد حدوث الإصابة وليس قبل حدوث الإصابة والمكافحة الحيوية بتعتمد على استخدام المتطفلات ومفترسات ومسببات الأمراض وبعد كده الاتجاهات الحديثة في المكافحة خدنا منها استخدام بدال المبيدات واستخدام المصاد المختلفة واستخدام النماتودة الممرضة والبكتيريا الممرضة وبعد كده خدنا المكافحة الكيموية وقصص نجاح المكافحة الكيموية وشروط المهلك الحشر الجيد وتقسيم المهلكات الحشرية وطرق استخدام وصور استخدام المهلكات الحشرية وآلات الرش والتعفير وعرفنا مقارنة بين الرش والتعفير وبعد كده خدنا المكافحة المتكاملة وأخدنا عناصرها وخدنا أسس نجاح المكافحة المتكاملة وتطرقنا بعد كده للحشرات اللي بتصيب المحاصيل اللي هي اللي بنول عليها الحشرات العامة زي الجراد والنطاط والحفار والدودة القرضة وخدنا النهار ده بقى اللي هي الحشرات المحاصيل الحقل خدنا منها دودة الحشرات اللي بتصيب الكطن في طور البادرة خدنا منها المن وخدنا الوضع التقسيمي للمن ودورة الحياة والحد الاقتصاد الحرج وأعراض الإصابة وطرق المكافحة المختلفة سواء كانت مكافحة زراعية أو ميكانيكية أو حيوية أو كيموية وبعد ما خدنا المن خدنا التريبس وأيضا خدنا الوضع التقسيمي وبعد كده خدنا جاسيد الكطن وخدنا بعد كده في أفات الكطن في طور البادرة خدنا منها اللي هو الزبابة الكطن والطماطم البيضاء والتركوا دي آفة خطيرة جدا على محاصيل الخضر وعدد أجيالها وعدد أجيالها من 10 ل 12 جيل في السنة وبتنقل أمراض فيروسية خطيرة جدا لمحاصيل الطماطم والبطاطس في مصر وخدنا طرق المكافحة المختلفة لها وبعد كده تطراقنا لأفات اللي بتصيب الكطن في طور النمو الخضري خدنا دودة ورق الكطن الكبرى وخدنا دودة ورق الكطن الصغرى وخدنا بعد كده البقى الخضراء وبعد كده تطراقنا لأفات اللي بتصيب الكطن في طور النمو الزهري والثمري خدنا دودة اللوز الكورنفولية وخدنا دودة اللوز الشوكية وخدنا بق بزرة الكطن وعرفنا الوضع التقسيمي ليه وانه هو بأثر على نسبة الانبات وبأثر ايضا على خفض نسبة الزيت في معاصر الزيت لانه انتو عارفين انه فيه زيت اسمه زيت بزرة الايه الكطن واخدنا بعد كده طرق المكافحة المختلفة لبق بزرة الكطن بكده عزاء الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور واقل شلال على امل ان التقي بكم في حلقات قادمة باذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته